تابع رئيس مجلس الوزراء مصطفى مدبولي على الجهود المبذولة من قبل لجنة الطبية العليا والاستغافات بالمجلس خلال شهر أبريل الجاري جاء ذلك خلال استعراضه التقرير المقدم من الدكتور حسامة المصرية المستشار الطبي لرئاسة مجلس الوزراء رئيس اللجنة حيث أثنى رئيس الوزراء على الجهود المبذولة من قبل اللجنة وتعاملها الفوري مع ما يتم رصده من استغافات للمواطنين تتعلق بالقطاع الصحي وأسعيها لتوفير الرعاية الطبية اللازمة لهم بالتنسيق مع الوزارات والجهات المعنية مؤكدا أهمية الاستمرار في تكثيف هذه الجهود من أجل المساعدة في رفع المعاناة عن المرضى وذويهم وتوفير كافة سبل الدعم الممكنة لهم تنفيذا لتوجهات الرئيس عبدالفتاح السيسي